اشعال الفتنة واعاد التأكيد على هذا التحذير اليوم ان مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديا ربما يكون من اخطر التحديات التي فرضت على الدولة في تاريخها الحديث وهو محاولة اثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل المصري وسط موجة عاتية من انهيار الدول وتفكك مجتمعاتها في سائر انحاء المنطقة واسمحوا لي اتوقف هنا الخطر الحقيقي اللي بيمر ببلادنا وبالمنطقة اللي احنا موجودين فيها خطر واحد فقط هو وانا قررت الموضوع ده كتير وبكرره دايما عشان ننتبه ليه كلنا الخطر الحقيقي هو تفجير الدول من الداخل الضغط والشائعات والاعمال الارهابية وفقد الامل والاحساس بالاحباط كل الامور دي بتشتغل بمنظومة رهيبة جدا الهدف منها حاجة واحدة بس هو تحريك الناس لتدمير بلدهم اقول تاني تحريك الناس لتدمير بلدهم التدمير لبلدنا مش هيكون غير من جوانا ينخلي بالنا وننتبه ننتبه تماما لما يحاق بنا انا عايز اقول لكم السر واحد وعشرين الف شائعة في تلت شهور واحد وعشرين الف شائعة في تلت شهور الهدف منها ايه الهدف منها بلبلة الهدف منها عدم استقرار الهدف منها تضييع الهدف منها احباط اللي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى والكلام ده مش بقوله هنا عشان انا مسؤول عنه لا احنا مسؤولين عنه احنا مين احنا كلنا طبعا الكلام في منتهى الاهمية خاصة ان الشائعات كانت ملحوظة جدا خلال الايام القليلة الماضية ضخ عدد كبير من الشائعات واطلاق تصريحات وهمية ومختلقة على السنة بعض المسؤولين منها رغيف العيش اللي يؤدي الى العقم وتصريحات هزيلة ومضحقة من هذا النوع لكن الهدف منها هو انها بتتحول في النهاية زي ما قلتلكم الى نظرية جوبلز وزير دعاية هتلر اجزب اجزب الاكاذيب تنتشر فيعتقد البعض انها تحولت الى حقائق مواجهة ده بيقين الناس دايما انها تحاول انها تتأكد تبحث بالشفافية بالوضوح بالمعلومات المقدمة وده اللي بيحصل على الفور يعني اي شائعات بنحاول نتصدى لها بالمعلومات الحقيقية نارده كمان الغياب